موسيقى مشاهدي كرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وهذا لقاؤنا يتجدد بكم دائما على الخير والمحبة وهذه الحلقة الجديدة المتجددة دائما من برنامج لقاء خاص هذا البرنامج الذي يأتيكم عبر الشاشة الحقي والحقيقة شاشة قناة صلاح الدين الفضائية فأحياكم الله أحباء المشاهدين والمتابعين أينما تكونوا في ربوع وطن الحبيب جدل واسع وردود أفعال كبيرة ومتزايدة في الوسط الجامعي وذلك بعد إغرار التعديلات على قانون التقاعد الموحد من قبل مجلس النواب وفي ظل الأوضاع وظروف الراهنة التي يمر به البلد وبين المد والجزر نرى عواصف السياسة تهب مرة أخرى من جديد داخل الحرم الجامعي من خلال انتهاك حقوق الأساتذة الجامعيين بحجة تعديل قانون التقاعد الموحد والإصلاح والعدالة المراقبون والمختصون بهذا الشأن يرون أن المساسة بحقوق الأساتذة الجامعيين سيدفع بهم وبالكفاءات للهجرة خارج العراق ما سيؤثر في المستوى العلمي للطلب من جهة وبالترتيب العالمي للجامعات العراقية من جهة أخرى لهذا لا بد من أن تكون هناك رؤية دقيقة تدخل فيها حسابات المرحلة المقبلة وما تتطلبه من تشريعات تدعم الواقع العلمي لا بالعكس إذن أحبتي المشاهدين سوف أناقش اليوم موضوع قانون التقاعد الخاص بالأساتذة الجامعيين والكثير من المحاور والأسئلة ذات التماس المباشر بموضوع حلقتنا لهذا اليوم كل هذه المحاور وأكثر سوف أطرحها بدوري على طاولة الإعلام مع ضيفي العزيز ألا وهو الأستاذ الدكتور جهاد إذياب محل رئيس جامعة تكريت فحياك الله دكتور جهاد وهذا لقاؤنا يتجدد بجنابكم الكريم على شاشة قناة صلاح الدين الفضارية أهلا وسهلا حياة الله على الفلا تحياتك دكتور جهاد شكرا كثرة الرسائل وكثرة المناشدات التي ترد إلى قناتنا وإلى برنامجنا حول موضوع قانون التقاعد الخاص بالأساتذة الجامعيين فارتأينا أن تكون اليوم هذه الحلقة خاصة عن هذا الموضوع المهم مع جنابك الكريم دكتور جهادت اليوم رئيس جامعة تكريت رئيس هذه المؤسسة الحيوية والمهمة على صعيد محافظة صلاح الدين والعراق بشكل عام بداية هل أنت خائف على مستوى التعليم في العراق في ظل الظروف الراهنة التي مر بها بلدنا الحبيب من صراعات وخلافات سياسية وضحيتها هو الشعب يا دكتور جهادت نعم في الحقيقة ولا يوجد خوف إنما هناك قلق لأن القانون التقاعد الموحد لحد الآن لم يفعل رغم أنه هو نشف في الجريدة الرسمية لكن أعتقد أنه سيطبق من بداية العام 2020 طيب مهنة التعليم تختلف عن أي مهنة أخرى مهنة التعليم الزمن والخبرة عاملان حاكمان فيها مهنة فكلما طالت مدة ممارسة هذه المهنة كلما أستاذ الذي يعمل في حقل التعليم يزداد خبرة مهنة فليس من المناسب مطلقا أن يكون هناك عمر محدد يقول للأكاديمي قف عند هذا العمر ثم إذهب إبحاث عن وظيفة أخرى مهنة الأستاذ الجامعي تقريبا في جميع دول العالم لا يوجد هناك سنت قائدي إلى مهنة طيب لأنه خبرة تزداد مع الزمن خبرة تزداد مع العمر يعني مهنة وأبسط مثال في الأقليم العمر تقاعده الأستاذ الجامعي سبعين عام طيب ما حدث في البلد مؤخرا وأقصد فيها التظاهرات والبحث عن الوظائف أو البحث بحث الدولة أو البحث للحكومة عن امتصاص زخم التظاهرات أصبحت وكأنما الوظيفة هي العامل الأساسي التي تفرق المتظاهرين طيب فبدأت الحكومة تفكر كيف ممكن أن نسحب زخم المتظاهرين أن نوفر لهم مضائف على حساب من؟ على حساب الأستاذ الجامعي عدد الأستاذ الجامعيين الذين يشملون بقانون التقاعد في عمر 63 بحدود 4000 أو أكثر ولد وزارة التعليم العالي إحصائية دقيقة جدا لحد الفرد لماذا كل مصير خلافات وصراعات على المستوى السياسي يكون ضحيتها الأستاذ الجامعي بدرجة الأولى لربما هو الحلقة مقصودة هذه الحالة لربما هو الحلقة الأضعف بس الحلقة الأهم في المجتمع لا يوجد من ندرك هذه الحقيقة إلا الذين يعملون في حق للتعليم دكتور جهاد أراك مهموما مو دكتور جهاد اللي التقيت بآخر مرة على شاشة قناة صلاح الدين الفضائية ليش من وراء قانون التقاعد الخاص بالأساتذة الجامعيين حقيقة خلينا نحن في الحقيقة اليوم احنا في 14-12 لم يبقى إلا 16 يوم على تفعيل هذا القانون في جامعة تكريت وحدة 160 أستاذ سوف يتسرحون من الخدمة وهذا اللي ربما يساوي عدد المتقاعدين في جامعة تكريت من 30 إلى اليوم أن يخرجوا في يوم واحد من حق للتعليم هؤلاء المئة وستين إذا كان كل واحد منهم على الأقل يشرف على خمس طلاب فهذا بحدود 800 طالب دراساته عليها سيجدون أنفسهم بدون تعليم أكثر من 20 ألف طالب لن يجدوا تدريسه 160 خبرة من حملت لقب العلمي أستاذ وأستاذ مساعد هذه لم تأتي بيوم الليلة هذه أتت خلال فترة طويلة جدا جهود حقيقة طبعا فترة طويلة جدا وأفنى الأستاذ الجامعي حياته في الحصول على الشهادة العليا تالي المطاف أنه يحال على الاعتقاد هل هذا هو الإنصاف؟ ربما رأوا العاملين في السياسة أنه هذا الحل لكن هذا الحل الخطأ هذا الحل خطأ ممكن أن نذهب إلى أي قطاع آخر إلا قطاع التعليم العالي أنا كنت في موسكو قبل أسبوعين رئيس جامعة موسكو عمر أكثر من 80 عام وله 27 سنة رئيس جامعة موسكو وهي الجامعة رقم 22 عالميا كل ما يكبر العمر طبعا كل ما تزيد مهامه ومسؤولياته عكس الجامعات العراقية هم ينظرون إلينا على أنه إحنا مراهقين مناصب لا زالوا في عيون ناضجين بأننا لم نضج بعد أمامنا فترة طويلة حتى نكتسب الخبرة لكن نفكر بأن المسرح لسادة الجامع حتى نستقطب حامل ماجستير أو دكتوراه نعم أهلا وسهلا ويجب أن يعينوا ويجب أن يأخذوا دورهم لكن المدرس مساعد والمدرس الذين سيعينون بدل هذه الآلاف التي سوف تغادر هذولا لا يحق لهم تدريس في الدراسات الأولية ولا في الدراسات العليا ولا أشراف دراسات العليا محرمات هذه الخبرة هو الإختصاصات الدقيقة يا دكتور الجهاد والذي موجودين داخل جامع التكريد بكليات هذه العريقة وكل تشهد على جودة جامع التكريد 360 أستاذ جامعي يحالون على التقاعد في الحقيقة هي ليس في جامع التكريد فقط في كل جامعات العراق أنا عملت حصائيا قبل فترة في 23 جامعة بحدود 2640 أستاذ ما عدا جامعة بغداد وهي جامعة لهم له ربما مئات من الخبرات العلمية سوف تغادر هل هذا الأمر مقصود برأيك دكتور جهات؟ لا أعتقد بأنه مقصود لا أعتقد بأنه مقصود إنما هو تخبط تخبط المشرع وتخبط الذي يبحث عن حل الأزمة ليش في هذا الوقت بالتحديد؟ فرض التعليم المظاهرات لو لم تحصل المظاهرات ما كان بالحق ما كان بالحق ما كان بالحق ما أكو أمور أولى وأهم وعلى اتصال مباشر مع المواطن يجب أن تأخذ بيه بعين الاعتبار إذا لاحظت مؤخر وسائل التواصل الاجتماعي 40 سفير عراقي سوف يغادرون السفارات طيب 40 سفير وهذا السفير ليست كأي شخص آخر هذا يحتاج إلى دورات خدمة الخارجية يحتاج إلى سقل يحتاج إلى لغات يحتاج إلى شيء 40 خبرة سفارة يقول لي يذهب اجلس في البيت ليأتي بشخص بديل عنك على سبيل المثال بني تحمل وزر هذه الأمور وهذه النتائج السلبية المشرع أساسا هو الذي يتحمل هو الذي وجد بأن الحل على حساب هذه القطاعات وهي القطاعات المتعلمة والقطاعات التي تحتاج الزمن للخبرة الذي يكون القدرة الوقوف بوجه هذا القرار اليوم يا دكتور جهاد حقيقة أنا كنت ليس أنا إنما أساثت رؤساء جامعات طيب كنا في اجتماع قبل أمس مع سيد رئيس جمهورية طيب فقامت دكتور برهم صالح وكان ممتعظ جدا من هذا القرار فيما يخص مجموعة قطاعات ليس التعليم العالي فقط إنما كذلك في قطاع الخدمة الخارجية وقطاع الأطباء كان ممتعظ جدا وقال بأن هذا القانون خرج على عجل وفيه إخفاقات كثيرة جدا ووعد بأنه يصحح الأمر ولا أعرف إن كان بإمكانه أو لا الضحية الأول والأخير من هذا القانون هو الأستاذ الجامعي الأستاذ الجامعي الأستاذ الجامعي والطالب أيضا كلامك دي قودني إلى سؤال حقيقة دكتور جهاد يعني علماءنا وأساتذتنا الأفاضل بعقولهم النيرة وأهل الإختصاصات النادرة إلهم مكانة وإلهم محط اهتمام حقيقة نعم في دول العالم أجمع إلا في العراق يا دكتور جهاد محاربون وبشتى الوسائل والطرق وهذا اللي نحن اليوم قاعد نشوفه على أرض الواقع الأستاذ الجامعي العراقي مرحب فيه تقريبا في كل جامعات المحيط العربي على الأقل يعني مرحب فيه وعملة صعبة للأسف إلا في العراق يعني أحكيناك عن مسألة حصول الأستاذ العراقي على اللقب العلمي وهذه المسألة ناقشتها مع الدكتور حسين الشرسان عندما كان وزير التعليم العراق الآن حتى يحصل الأستاذ الجامعي على ترقية الأستاذية من الأستاذ المساعدين للأستاذية ترسل بحوثه إلى ثلاث مقيمين في دول الجوار عادة في سوريا أو في مصر أو في الأردن أو في السودان أو في السعودية ترسل هذا الشيء لا يتبع في كل دول العالم لماذا على الهف بكت معا الوزير قال هو لرصانة اللقب العلمي حتى يحصل الأستاذ العراقي على لقب أستاذ تقيم بحوثة خارج العراق وأقدر ماذا ستكون قيمة هذه البحوث التي تقدر خارج بلده وتأتي بأصيل يعني الآليات اليوم التي تتبعها في ترقية الأستاذ الجامعيين يا دكتور جهات هل هذه الآلية موضوعية أصبحت قديمة اليوم شو نقدر نطورها على مستوى جامعة تكريمية؟ الآلية القديمة الآلية تقييم بحوث لدرجة الأستاذية بالذات التي كانت ترسل إلى المقيمين خارج العراق الآن تغيرت الآن من يحصل على نشر في مستوعابات اسكوباس في مجلات ذات رصانة عالمية لا تحتاج بحوثه إلى تقييم مرة أخرى الحقيقة هذا شيء ممتاز جدا هذا شجع الباحثين العراقيين على أن ينشروا في مجلات عالمية معتمدة تغير عالج إيجابية اليوم هذه المجلات العالمية بثمارها الإيجابية على واقع جامعة تكريت وعلى الارتقاء بمستوى التعليم وخدمة الطالب بالدرجة الأولى جابت لي الثمار لو فقط ننشر في سبيل الترقية والدرجات العلمية ومشابه ذلك أكون في وزارة التعليم العالي هناك دائرة خاصة بتسويق النتاجات العلمية البحث العلمي يجب أن يتحول من بحث علمي نظري إلى بحث علمي تطبيقه وأن يذهب إلى ميدان العمل القليل جدا من البحوث في العراق تذهب إلى ميدان العمل إنما كلها تصبح في الجامب النظيرة فقط أنا أنشر في سكوبوس وأنت تنشر في سكوبوس وهذه طبعا مجلات عالمية رصينة جدا يعني تعطي البحث العلمي قيمة لكن أن تتحول إلى نتاج فهذا صعب جدا هذه البحوث يفترض أن تجد مكان أو تجد طريق التسويق إلى القطاع العام إلى القطاع الخاص حتى تتحول إلى منتجات نترجى هذا بصراحة هذه البحوث اليوم التي تنشر على مستوى الجامعات هل هي فعلا ترتقي إلى كلمة البحوث العلمية أم مقالات مثل ما يصفها البعض المجلات خلي اسمي وأنا أعطيك مبلغ البحث خلني أخشيها بصراحة المجلات العلمية الرصينة من دخل بها عام للمال فقدت قيمتها فقدت قيمتها العلمية وللأسف هذه أكثر البحوث الي قاعد يشوفها ونعم وهذا الذي يحصل والذي تكلمت عنه كل صحيح أنا عندي بحث أكثر من البحث ونالك برآة الاختراع أنا عندي برآة الاختراع أدخل اسمك وسوف تحصل على برآة الاختراع معي وأنت لا تعرف ما هي برآة الاختراع هذا الذي يحصل للأسف دكتور منذ نصف قرن الأساتذة الجامعيون كانوا يتعرضون إلى ضغوط كثيرة وعديدة من حصار من اختيال واليوم إقرار قانون التقاعد أرجع وأقول لماذا هذا الإجحاف بحق الأساتذة الجامعيين لا قبل كانوا مرتاحين ولا الآن يا دكتور جيح أعتقد بال74 أو بال75 كان هناك قرار للدولة في وقتها عودة الكفاءات العلمية فاستطعت الدولة في وقتها أن تجذب الخبرات العلمية العراقية من الخارج وهي التي ساعدت على دفع الجامعات العراقية فأصبح التعليم في العراق في السبعينات من أفضل التعليم في المنطقة العربية بل وفي أماكن أخرى في السبعينات في السبعينات للأسف نتطور ونواصل التطورات في دول العالم الآن حصل العكس الآن للأسف حصل العكس من أن تشوف تسلسل الجامعات العراقية بالذات شون السبب؟ سهولة الحصول اليوم على الشهادات العليا يا دكتور وجود الجهات الكليات الأهلية والجامعات كل هذه العوامل المجتمعات أدت تقريبا إلى تراجع التعليم في العراق ماذا نستحوذ هذه المشكلة؟ يا دكتور نحن اليوم في 2020 لا مختبراتنا كملانة للأسف لا لدينا مواد لا لدينا أجهزة أعطيك صورة عن موقع الجامعات العربية والجامعات العراقية في أول 300 جامعة في العالم 97 جامعة أمريكية في أول 300 يعني تقريبا 30% من أول 300 جامعة في العالم أمريكية 37 جامعة بريطانية طبعا الأولى العالم هارفورد هي أمريكية والأولى من الجامعات البريطانية هي كمرج من أول 300 جامعة عربية جامعاتين إسرائيليتين وجامعة عربية واحدة هي جامعة الأمريكية في بيروت أما الجامعات العراقية فتأتي في مؤخرة القاتلة للأسف احنا اهل الحضارة واحنا اهل الكتابة واحنا من اخترعنا الآلة والكتاب وما شابت ذلك ويجي تصنيفنا بالأخير وللعلم الجامعات العراقية حاليا بدأت تحت المواقع في مؤخرة أما سابقا فكانت خارج التسلسل تماما أما حاليا بدأت تظهر بالتسلسل الجامعات الخلل وين؟ من السبب الخلل يا دكتور جهات؟ الخلل بالمنظومة بشكل عام المنظومة التعليم بشكل عام فيها خلل في ظلها الضغوط في ظلها الصراعات اللي قاعد يمر بها بلدنا الحبيب يا دكتور جهات كيف ترى أو كيف تنظر إلى إدارة الجامعات والمعاهد والكليات في ظل هذه الضغوط والصراعات اللي ديمر بها البلد وبعضها يعني تكون هذه القرارات غير مدروسة وغير مصفة بحق شريحة الأساتذة الجامعية أين نحن ماضون؟ الحقيقة هذه المناصب تدار منذ فترة طويلة بالوكالة ورؤساء الجامعات بالوكالة ووكلاء الوزارات بالوكالة والمستشارين بالوكالة وعمادات الكلية بالوكالة وهذا الموضوع أخذ فترة طويلة جدا من النقاش حتى على مستويات الدولة وهناك ضغوطات مونسة عليك يا دكتور جهاد في هذا الجانب هي لم ليست أنا الوحيد الذي تمارس عليها إنما حقيقة وكل من يكون في مركز متقدم في الإدارة تمارس علي ضغوط هذا مسألة طبيعية جدا نحن في مجتمعات عشائرية في مجتمعات يفهمون بأن الضغط يأتي بنتيجة وفعلا الضغط يأتي بنتيجة شو كنت يتخلص من المنسوبية والمحسوبية والأقارب والعرف عندما تكون المنظومة صح عندما لا تخوي لك علاقتك بدكتور برئيس الجامعة سواء كنت أنا أو غيري لا تخوي لك علاقتك صلاحية أن تمارس علي ضغط ولا تخوي للشيخ صلاحيته أن يمارس علي ضغط بعد سطاعة السنة لا تقضي الفترة طويلة جدا بعد سطاعة السنة نعم دكتور جهاد نحتاج لها فترة زمنية طويلة جدا إلى وعي المجتمع بأنه على الأقل تكون الجامعات بمنأة عن التأثير نحن اليوم ما يستحيل هذا يتحقق اليوم ما أخفيك كرئيس جامعة أو حتى ممكن التعميد كلية طيب عضو مجلس المحافظة يخابر عضو البرلمان يضغط سايق البرلمان يضغط ناس مدعية تضغط وهذه كلها تضغط تنفذ لمن وترفض لمن المجتمع قاعد ينطي نفسها لحق من أن يتدخل والتدخل قاعد يجيب نتيجة إذن أي إصلاح وعدالة إذا أراد يتحقق يا دكتور فمثل ما قلت راح تطول الفترة يلا نقدر نوصل لشيء اللي احنا نريد اليوم أعتقد بأنه نحتاج لتصحيح منظومة منظومة يبدأ أهل وعي المجتمعي أن المجتمع يعي دور مؤسسات الدولة لا زال مجتمع لا يعي شوكت راح نتخلص دكتور جهاد من المزاجيات في صياغة القرار العلمي وليش من خلي التعليم شوي بعيد عن هذه الضغوطات والمصراعات السياسية والخلافات اللي إلها بداية ما إلها نهاية عندما تضع الرجل المناسب أو الإنسان المناسب في المكان المناسب عند ذلك سنتخلص من الضغوطات كنا قابلين للضغط كنا قابلين للضغط وهذا يؤثر على العمل اليومي في الحقيقة أنا ما عندي وقت تشتغل يعني أنا عن نفسي أنا ما عندي وقت تشتغل لأنه إذا كان يوميا عملي تسع ساعات بسبع ساعات يوميا من عنده مقابلة ناس ما عنهم علاقة أصلا بالجامعة هذا اللي جاي لغرض وهذا اللي جاي لغرض وهذا اللي جاي لغرض رئيس الجامعة أو مدير الدائرة شوكت يكون عنده وقت يقدر يشوف عمله فتمن الفترات يمكن دكتور حتى يعني قيمة تعملك يعني كيسير عمال الكلية الكلية التربية العلم الصرفة الكليات الباقية إضافة إلى وظيفتك رئيس جامعة تكريت يعني لماذا هذه المسؤولية؟ هذا صدر تعميم من أمانة مجلس الوزراء بحل السادة المدراء العامين بالوكالة وتكليف المعاون أو الموظف الأكفاء في التعليم العالي عمدنا إلى تكليف المعاون العلمي والإداري حسب أقدم لقب علمي هؤلاء ليست بالضرورة أن يكونوا مقتدرين على إدارة كلياتهم فحصل هناك فراغ بين عميد يشتغل سبع سنوات ست سنوات خمس سنوات يعرف كلية أصبح دوكومنت الكلية أصبح مثل ما تقول مرجع للكلية وبين رأسنا نقول له أقعد ويجيب المعاون والتك خلي يدير كل يوم مكانك فأصبح لزاما عليه أنه أضع كل كلية على السكتة الصحة فكنت داوم يوم في هذا الكلية ويوم آخر في كلية ويوم آخر في كلية لكن هذا الموضوع لم يطل يعني أعتقد بعد ثلاثة سابيع اجت صدرة القائمة الأخيرة بالسادة العمداء والآن مجموعة من الشباب تصدروا المشهد بأمر وزاري والآن هم الذين يديرون كلياتهم أنا ما أدخل بعمل كلياتهم جي دكتور جهاد يعني أكيد هناك الكثير من المحاور والأسئلة التي سوف أطرحها على جنابك الكريم وأريد أستغل وجودك معنا اليوم في هذه الحلقة ولكن نذهب بفاصل قصير ثم نعود إذن أحبك يا المشاهدين فاصل قصير ثم نعود لما تبقى من محاور هذه الحلقة فابقوا معنا حياكم الله بجديد مشاهدين الكرام والمحور الثاني من هذه الحلقة وضيف حلقتنا لهذا اليوم الأستاذ دكتور جهاد دياب محل رئيس جامعة تكريد فحياك الله بجديد دكتور جهاد أشكر احنا طرقنا إلى قائمة العمداء التي صدرت قبل فترة ليست بالبعيدة دكتور جهاد هل راضي أنت على الأسماء المتواجدة في هذه القائمة بصراحة في الحقيقة الوزارة طلبت قبل فترة طويلة أو فتحت باب الترشيح للعمادات ومنصب المساعدة لداري ومنصب المساعدة العلمي وأعلن عن الراغبين بالترشيح جي من جامعة تكريد ترشح 96 استاذ لشغل منصب 22 عميد ومساعدين الثاني طيب جيد وكانت الأسماء أمام أنظار معاني الوزير فترة زمنية طويلة ومعاني الوزير حسب علمي حضر المقابلات شخصيا جيد واطلع على قدر ويسمح له وقت المقابلة على كفاءة كل المتقدمين ثم جاءت يوم الأربعاء قائمة بالذين فازوا بالمناصب مناصب العمداء ومناصب المساعدة الإداري المناصب المساعدة العلمي لم يأتي اسمه لحد الآن بغض النظر أن أنا راضي عن القائمة أو أنا لاستمعني بهذا الأمر أنا كل الذي عملته أو كل جميع رؤسة أقرب الأقربين لهم يا دكتور كل رؤسة الجامعات الذين عملوه هو إرسال ملفات والسير الذاتية كما طلبت الوزارة للسادة الذين رشوا عنفسهم وهذا الأمر تم في الوزارة وكان الكتاب الذي صدر المزارة يوم الأربعاء على أن تتم مباشرة العمداء في نفس اليوم الذي تصل فيه الأسماء إلى الجامعات وأعتقد عملت الجامعات بذلك فصدر أمر جامعي يوم الأربعاء الماضي بتكلف السادة العمداء الذين جاءت أسمعهم للوزارة أكو كلام من الشارع يا دكتور مثل ما تعرف جنابك الكريم نحن حلقة توصل ما بين المواطن وبين أصحاب القرار في محافظة صلاح الدين يقولون إش عجب ماك واحد من تكريت أخذ منصب عميد أو مساعد رئيس الجامعة أو ما شابه ذلك خبو سؤال محرجية لا لا عادي جدا في وقت الترشيحات التي ذكرتها لحضرتك ترشى أعتقد ثلاث عمداء من مدينة تكريت الجامعة تحمل اسم المدينة جامعة تكريت والمجتمع التكريتي فيه عدد كبير من حملة الشهادات العليا تم ترشيح أعتقد ثلاث أسماء حدها لكلية العندسة والآخر لكلية التربية للبنات ولعمادة أخرى حقيقة لا تحضرني لكن الأسماء التي أتت من الوزارة هي الأسماء التي صدر بها الأمر الجامعي الأمر لا يعني رئيس الجامعة بالمطلق أي رئيس جامعة لست أنا فقط إنما المقابلات كانت هي العامل الحاسم في هذا الموضوع دكتور أول عمل راح تعمل عليه مع العمداء بتوجيهاتك بما يخص الرقيب بمستوى التعليم في جامعة تكريت سيما نحن مع بداية عام نعم حقيقة العام الدراسي 19-20 هو عام متعب منذ بدايتها يعني حصلت ولحد الآن وحصلت المظاهرات في جامعات بغداد وجامعات الفرات الأوسط وجامعات الجنوب ولحد الآن لا يوجد فيها دوام بشكل مطلق جامعة تكريت والأنبار والفلوجة حسب علمي وبعض جامعات الموصل الموصل فيها أربع جامعات فيها دوام يعتبر يعني مرضي النوع ما الأساطئة الذين يكلفوا بعمادات الكليات هم ليست بعيدين عن الوسط الجامعي فهم ابناء هذه الكليات نعم إنما يعني مسألة الخبرة الإدارية تأخذ مع الزمن يحتاجون بالتأكيد توجيه في بداية الأمر حتى تستقيم الأمور وبعد ذلك يباشرونهم أصحاب الصلاحية في إدارة كلياتهم دكتور نرجع إلى موضوع الخلافات السياسية وإنعكاسها السلبي على واقع التعليم إحنا يعني كنا نتوهم بأنه موقف جامعة تكريد موقفها الحازم ضد الإرهاب كان سيحصنها من الاستهدافات السياسية ومثل ما معروف يعني جامعة تكريد كان لها دور حيوي وبارز وقوي ومشهود إلى ضد الهجمة التي تعرضت لها محافظة صلاح الدين في 2014 لكن نرى العكس اليوم يا دكتور جهت من هذا الموضوع فما هو تحليقك على هذا الكلام؟ لا أعتقد بأن هناك مؤسسة في العراق هي بعيدة عن تأثيرات السياسيين ليست الجامعة فقط فتعرف ما حصل قبل يوميا في مدرية تربية صلاح الدين وتأثير السياسيين على التعينات وضحيتها المواطن وبالتأكيد ضحيتها المواطن فاليوم أصبح شغل السياسيين هم كيف يسيطروا على مؤسسات الدولة في قطاع الصحة وفي قطاع التربية وفي قطاع التعليم وفي قطاع التجارة وفي قطاع الزراعة وفي كل القطاعات هم أصحاب سلطة وصاحب السلطة عادة يحاول أن يحصد هذه الصلاحية وهذه السلطة فلا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة بعيدة عن التأثير السياسي يعني كل هذه الضغوطات اللي قاعد تمارس يا دكتور جهاد رح يسأل السائل ليش دكتور جهاد يعني متمسك بالمنصب منصب رئيس جامعة تيكريت هذه الضغوطات اللي تكلمنا عليها والتليفونات والرسائل وكل ساحة واحدة من خابرك أريد فلان وريد فلان وريد كذا الحقيقة هذه رسالة هذه رسالة اليوم إذا تسأل الطبيب تقول لعملك يقول لك عملي صعب جدا ونعرف ما يتعرض له لطباء لكل مهنة متاعبها ومهنتنا لها متاعب أيضا سابقا مهنتنا كانت محصنة حقيقة مهنة تعليم العالي بالذات كانت مهنة محصنة اليوم المهنة أيضا انتوكت هذه فهذه مسألة رسالة يا ليست مسألة الحصول على امتيازات أنا يمكن اليوم راتبي كرئيس جامعة لا يختلف عن راتبي من أكون تدريسي ومن أكون تدريسي بالعكس يمكن أموري يعني هواية أريح يعني كالراحلة العمل في التدريس أريح من العمل في الإدارة لكن بالأخير هي هذه رسالة على أين أقوم فيها أنا أدي دوري فيها كم سأبقى متاسة أغادر المنصب هذا الأمر مؤجل هل ألقيتم مجدا في الإبداع بسبب التوجهات الوزارية التي نشوفها حاليا أم ستستمرون في موقفكم الحازم وفي الإبداع اللي عرفنا عليك يا دكتور جهات من أجل خدمة الجامعة والمسيرة العلمية أراك مهموم حقيقة من هذا الحقيقة حقيقة الكلام الكلام عند الإبداع أني أسمع عمد الآخرين أنا أسمع عمد الآخرين بأنه حصل في الجامعة شيء قد يكون لم يحصل سابقا طيب الجامعة من 2003 إلى 2014 سارت مسيرة حسنة يعني طيب لو عم ما رغمه رغم وجود كل المعويقات العمل بعد 2014 أو 2014 كانت سنة سنة فاصلة بعد 2014 كان العمل صعب جدا الجامعات المنطقة الغربية بالذات خرجت من ظرف صعب جدا والحرب وداعش وغيرها السادة رؤسات جامعات أنا سابقوني اثنين بعد 2014 إلى أن أتسلمت منصب رئاسة الجامعة في 35 أدوا معليهم لربما كانت ظرفهم أصعب هذه الفترة استطعت أن نعملنا فيها مع فريق عمل هذا الفريق متكاتف ومتناغم في العمل واستطعنا أن نعمل شيء للجامعة إذا كان هذا هو الإبداع فأنا لن نتوقف عنه الآن عندي مجموعة من الأفكار سأضعها إن شاء الله على أرض الواقع وسأحول على قدر ما أستطيع الجامعة من حال إلى حال آخر بإذن الله دكتور أرجع لكلامك الذي قبل الفاصل كان لكم لقاء وزيارة إلى روسيا ولقاءكم المباشر مع رئيس جامعة موسكا الروسية كيف ستنعكس إيجابيات وثمار هذه الأزيارة ولقاءكم مع رئيس جامعة موسكا الروسية على مستوى جامعات نعم حقيقة هذا كان المنتدى منتد الجامعات العربية الروسية الثاني طيب وأنا أحضر لأول مرة جامعة موسكا مثل ما ذكرتها جامعة تصين في 22 عالميا تعتبر من أفضل جامعات في العالم نعم الحقيقة نحن ذهبنا من العراق يعني كان لعدد الأقل كان رئيس جامعة أنا المتحدث رئيس جامعة تكريت ودكتور صباح رئيس جامعة الفلوجة ورئيس جامعة زاخو من الإقليم لقل من الجامعات العربية كانت أعداد كبيرة جدا اطلعنا على التجربة الرئيسية نحن لدينا حلم أن نصل إلى ما وصلت إلي هذه الجامعات مجرد حلم هل يتحقق أم لا يتحقق لأمامنا مسيرة طويلة جدا وهذه المسيرة يجب أن تكون بعيدة عن تأثيرات السياسيين بالذات أنا أدعو إلى استقلالية الجامعات هل سيتحقق ذلك لو مورس الضغوط من جنابكم ومن باقي الجامعات العراقية باستقلالية الجامعات والواقع التهليمي سيتحقق يوم ما عندما تقتنع الإدارات الوزارة بأن استقلالية الجامعات هي من منفعة الجامعات الوزارة تعمل الوزارة تعمل جاهدة على منفعة الجامعات والوزارة حلم أن تكون جامعاتها تحت المواقع المتقدمة وجامعات تتحول منها حال إلى حال لكن لهذا أعتقد وقت معين أن تؤمن الوزارة باستقلالية متى ما استقلت الجامعات ممكن أن يتغير حالها كان أيضا لكم لقاء قبل فترة ليست بالبعيدة دكتور جهات مع فخامة رئيس الجمهورية دكتور برهم صالح أيضا نريد أن نعرف ما هي أبرز الأهداف التي خرجتم بها من هذا اللقاء الحقيقة اللقاء كان هو بناء على حسب ما عرفت بناء على رغبة معالي الوزير دكتور قصي سيال بأنه اجتمع السادة رئيسات الجامعات مع فخامة رئيس الجمهورية في الاجتماع تكلم فخامة رئيس الجمهورية عن محورين مهمين جدا المحور الأول ما هي وجهة نظر السادة رئيسات الجامعات في شخصية رئيس الوزراء القادم وتطرق إلى آلية الاختيار وشيء من هذا القبيل واتبين بأن الرجل هو محكوم بمواد دستورية لا يستطيع أن يخرج عنها كثيرا لكنه أراد أن يستنير بأفكار السادة رئيسات الجامعات وتكلمنا مع فخامة رئيس الجمهورية كلام مباشر وكلام دقيق وتنبي فضاء الحرية وكل أدل بيدلوه في هذا الموضوع والموضوع الثاني فخامة رئيس الجمهورية تقلقه جدا استمرار المظاهرات وتوقف العمل في البلاد منذ حوالي شهرين ونصف فكان أيضا يحاول أن يعرف ماذا يدور من أفكار عند السادة رئيسات الجامعات في كيفية سحب الناس المتظاهرين إلى ميادين العمل والطالب إلى مدرسته والموظف إلى وظيفته والفلاح إلى مزرعته وهكذا وتكلمنا معه بحرية يعني سجل جميع الملاحظات هذه وأعتقد بأنه سيأخذ بقسم الملاحظات خليل وقف عدد التظاهرات إن عكست حقيقة اليوم التظاهرات أو أثرت على الواقع التعليمي في جامعة تكريت قبل تقريبا أسبوع أو أكثر كان هناك يعني تعطيل الدوام أو إلغاء الامتحانات الفصلية بالنسبة للطالبة حدادا على أرواح الشهداء الأبرار اللي صدوا في ساحات التحرير فمدى تأثير هذه التظاهرات على الواقع التعليمي في جامعة تكريت؟ قبل أسبوعين وعندما حدثت المجزرة وسمها ما شئت في الناصرية جامعة تكريت فيها بحدود أربعة آلاف طالب من جنوب العراق من الفرات الأوسط وجنوب العراق وأعتقد هي الجامعة الأكبر في العراق بيحتواها على طلبة من المحافظات العراق المصغر بالمحافظات أخرى هؤلاء الشباب لم يذهبوا لعوائلهم منذ شهرين أو أكثر منذ بدء العام الدراسي وهم قلقين جدا على عوائلهم فدارة الجامعة سمحت لهم بأسبوع أن نوقف فيها الامتحانات حتى نعطيهم فرصة يذهبوا يطمنوا على أهلهم وذويهم الأسبوع الماضي كان الدوام فيه ليست كما نريد لأن يوم الثلاثاء كان عطلة فسبق يومين دوام وسبق الثلاثاء يومين دوام أخرى يعني مثل ما نقول عطلة الثلاثاء هي أثرت لكن نتوقع بأنه غدا الأحد سيكون عندنا دوام بإذن الله كامل جيد دكتور يعني جامعة الجامعة التكريد أو جامعة الجامعات العراقية على مستوى البلاد أين تقع برأيكم هذه الجامعات ومنها جامعة التكريد في التصنيفات العالمية على المستوى العالمي بشكل خاص والجامعات العربية بشكل عام أدنى مكان نحن اليوم نعم الجامعات العراقية تعرضت إلى ما لا تتعرض له أي جامعة في المحيط العربي أو في المحيط الإقليمي مثل شينو دكتور؟ منذ أربعين سنة البلد يدخل حروب ويخرج من الحروب ويدخل حصار في تسعينات القرن الماضي كنا لا نجد الورقة التي نكتب عليها بالمناسبة هناك قانون في الأمم المتحدة يمنع من استخدام الجامعات كساحات قتال وجامعاتنا أو عندنا بحدود سبع جامعات كانت ساحات قتال وقسم منها استمرت خارج سلطة الدول ومنها جامعة تكريد ومنها جامعة تكريد نعم أخذت الحصة الأكبر نعم نعم جامعة الموصل كانت حصة أكبر جامعة الرمادي أيضا لأنه ظلت خارج سلطة الوزارة حوالي سنتين فالجامعات العراقية بشكل عام تأذت التي لم تتأذى بسبب إحداث داعش فإنها تأذت بسبب حرب الخليج الأولى جامعة تكريد تعلمت وقاتلت الإرهاب نعم فلازم تكون لها أولوية في كل شيء دكتور مو هذا هو الصحيح؟ والله الحمد لله مو لأنني رئيس الجامعة لكن سمعة الجامعة بين جامعات العراقية سمعة كل شيء معترهم وأعتقد بأن العمل الذي حصل في الجامعة يعني وصل خبره إلى القاصة والداني يعني داخل جامعات العراق لكن سألتني عن التسلسل لا زال التسلسل للجامعات العراقية ومتأخر نوعا ما لدينا جامعة الكوفة حقيقة جامعة تخطو خطوات سريعة جدا باتجاه تحسين موقعها شنو السبب؟ شو اللي يختلفون بها عن جامعة تكريد؟ جامعة مستقرة نوعا ما جامعة الكوفة جامعة مستقرة نوعا ما وهي جامعة عريقة جامعة الكوفة ليست جامعة تأسست قبل جامعة تكريد بفترة جامعة بغداد جامعة ديالة جامعة بابل هناك جامعات في الفرات الأوسط بدأت تتقدم بسرعة كونها لم تعاني من داعش نعم الآن هذه الجامعات أصبح لها موقع لكن بشكل عام الجامعات العراقية لا زالت في مؤخرة الركب أكوة سائل اليوم حديثة وعلمية وكثيرة دكتور قاعد تستخدم أو تتبعها جامعات الدول المتقدمة على سبيل المثال الاختبارات أو الامتحانات بمستوى الدراسات الأولية والعليا هل الجامعة تكريد نصيب فيها؟ سنرى تطور وتقدم في مستوى هذه الاختبارات خلال الفترة القادمة لا زالت الاختبارات أو الامتحانات تجرى بالطريقة التقليدية الكلاسيكية دفتر الامتحان والقاعة الامتحانية والمراقب في الامتحانات التنافسية لدراسات العليا التي حدثت في العام الماضي في جامعة تكريد كانت هناك كليتين وكلية الطب وكلية الهندسة ذهبنا إلى الامتحان الألكتروني طيب هذه طريقة متقدمة جدا في إداءة الاختبارات تعطي التدريس مدى واسع في وضع الأسئلة ومدى واسع جدا في أيضا في دقة الأسئلة طيب إذا الإمكانيات المادية بالدرجة الأولى؟ إذا الإمكانيات المادية بالدرجة الأولى بإذن الله هذا العام في الامتحان التنافسي أعتقد لا يقل عن 8 كليات في جامعة تكريد ستؤدي الامتحان الألكتروني في العام الماضي كانت كليتين كلية الطب الهندسة المخطط لهذا أنه في الامتحانات القادمة الثمان كليات على الأقل ستؤدي الامتحان بطريقة الامتحان الكتروني رغم هذه الضغوطات رغم هذه الخلافات رغم هذه المشاكل التي يمر بها بلدنا الحبيب يا دبتور جهات هل التعليم في العراق ما زال معافة وكيف ترى مدخلات التعليم وإمكانية المخرجات في هذا الجانب في معظم دول العالم توجد هناك وزارة وحدة للتربية والتعليم تهتم بالتعليم تهتم بالتعليم الابتدائي والثانوي والتعليم الجامعي في العراق وزارتين وزارة التربية ووزارة التعليم ووزارتين يرمون تنقيمتين مخرجات التعليم العالي مدخلات التعليم العالي هي مخرجات التعليم الإعدادي أصبحت المخرجات ليست في المستوى المطلوب اليوم خريجي الإعدادية بكفاءات للأسف لا تلاب الطمح فعلا وهذه مدخلات التعليم العالي والطالب في التعليم العالي يأتي مقولب من التعليم العدادي إذن إذا هو الأساس ضعيف دكتور وشون نتمنى بمخير ولهذا لا أخفيك بأن مخرجات التعليم العالي هي ليست بالجودة التي كانت في سبعينات القرن الماضي اليوم المخرجات وضحيتها الطالب بالدرجة الأولى بالتأكيد ضحيتها الطالب بالخريج طيب الطالب والخريج الخريجي اليوم يبحث عن سوق عمل بالمناسبة المناهج في التعليم العالي في العراق قد تكون متشابهة بنسبة 90% مع المناهج في الولايات المتحدة الأمريكية يعني مناهج علمية متقدمة جدا لكن هل إن خريج الجامعات العراقية هو 90% يشبه خريج الجامعات الأمريكية الخلل وين؟ الخلل هي في طريقة إعطاء المنهج في طريقة إعطاء المنهج نخليل نظام مقررات يا دكتور وقلنا هذا نظام متشبع وحديث ومتطور وراح يستفاد من عنده الطالب هذا لم نعمل نظام المقررات لم تعمل فيه في الجامعات العراقية إلا في هذا العام وحصل ما حصل في الجامعات أن الجامعات معطلة من بداية العام الدراسي واليوم 14-12 يعني صار شهرين ونص الجامعات معطلة فلم يطبق نظام المقررات في معظم الجامعات ونحن على أبواب امتحانات نهاية الكورس أو نصف السنة يا دكتور نحن كنا في اجتماع حيئة الرأي الأخير مع معالي الوزير وكان السؤال الذي يطرحه مع الوزير أنه كيف تستطيع أن تتخطى الجامعات التي توقف فيها الدوام هذه الفترة وهذا مشكلة خصوصا للمراحل المتقدمة المراحل الرابعة على وجه التخرج هذه مشكلة كبيرة يجب على الطالب أن يعي بأنه مطالب بالتخرج وأن يذهب إلى جامعته الطالب لا يعي هذه الحقيقة أكو كلام أنه هذه السنة سوف تؤجل هل هذا الكلام صحيح؟ لربما لكل الجامعات لا يوجد شيء رسمي لا يسرت لكل الجامعات هناك جامعات لا ذنب لها والجامعات التي فيها الدوام مستقلة بالنسبة عالية جدا إحنا إلى قبل الأسبوع الماضي كانت نسبة الحضور بحدود 96% أسبوع واحد الذي أجلنا فيه الامتحانات مثل ما ذكرت لحضرتك والأسبوع الماضي الحقيقي الذي أثر على الدوام هو يوم الثلاثاء يوم العطلة بيوم النصر اللي الطلبة متعودين عليها منذ فترة طويلة جدا عندما تكون هناك عطلة في وسط الأسبوع فالأسبوع كلها عطلة لكن هذا ممكن أن يعوض لكن شهرين ونص كانت الفكرة التي طلحت مع مال وزير أنه يستفادون من أيام السبت ويستفادون من العطلة الربيعية ويستفادون من بعض العطلة الصيفية للتعويض لكن كلما يتأخر الدوام كلما تتصعب المشكلة على الجامعات التي تتوقف فيها الدوام دكتور يعني في ظل الظروف الراهنة اللي دايمر بيها مثل ما قلت بلدنا الحبيب نرى هناك تحول إيجابي وملموس على أرض الواقع في طبيعة جامعة تكريت حقيقة من إعمار من فزحة من إنسيابية من احتضان أكبر عدد من الطلبة من جميع المحافظات العراقية ومثل ما قلت أنه جامعة تكريت هي عراق مصقر ماذا ستعملون لغد أفضل من خلال هذا المنصب هذا سؤال واسع جدا ماذا نعمل ليست لغدا وغدا سنعمل لغدا وهكذا العمل في الجامعات وأنا دائما لا أتكلم عن جامعة تكريت لأن الجامعات هي تقريبا هي متماثلة في كل شيء لدينا خطة طموحة جدا للنهوض بالجامعات العراقية أحدها طريقة اليوم النشر في المجلات العلمية بدأ يعطي البحوث العلمية رصانة الدخول في أو الحلم بدخول في التصنيفات العالمية تحسين واقع القاعة الدراسية تحسين واقع المختبر تحسين واقع الحديقة تحسين واقع الكافترية هذه كلها عوامل تساعد على أن يكون التعليم العالي بخير شوف عندنا بالعراق عندنا نظام تعليم كل شيء ممتاز كنظام تعليم جيد الخلل هو في التطبيق صحيح بدرجة الأول نعم نعم الخلل في التطبيق أما النظام التعليم هو نظام تعليم كل شيء ناضج يعني عندنا مناهج ممتازة جدا بالمناسبة ترى وزارة التعليم العالي لا تفرض مناهج في التعليم العالي تقول هذا المنهج تعطى الأستاذ الحرية في أن يكون هناك جديد يكون هناك جديد وهذا ما تعمل عليه الجامعات ونتمنى أنه يستمر هذا الموضوع في مستوى جامعة تكريت دكتور يعني عذرا لم يبقى لدي الكثير من الوقت رسالة أو كلمة تحب توجهها للسادة تدريسي لأبناءك الطالبة في جامعة تكريت ونحن على أبواب امتحانات نصف السنة ودخول عام ميلادي جديد الرسالة الأولى للطالب أنه اليوم المتظاهر يقول أنا أبحث عن وطن ومن حقه لكن أيضا إحنا همنا نوعية المواطن ما فائدة وطن بمواطن متخلب بمواطن غير متعلم جيد فعلى المواطن الموظف أن يذهب إلى وظيفته وعلى الطالب أن يذهب إلى جامعته هذه الأيام لا تعوض اليوم الذي يذهب لا يعوض لا يعوض فرسالتي إلى الطالب أولا لأنه هو المادة الأساسية للجامعة علي أن يلتز بالدوام علي أن يفكر بالغد طريقة البحث عن وطن ليست لا أعتقد بأنها الطريقة التي يراها الآخرين يعني لكل وجهة نظر لكن أعتقد حتى نحصل على وطن يجب أن نكون شعب متعلم شعب يتحمل مسؤولية شعب يعرف قيمة الزمن طيب أما الزملاء التدريسيين ففي الواقع أنا راضي جدا عن أداءهم في تحت كل الظروف التي مر فيها التدريسي العراقي طيب في أيام الحصار وعندما كانت الرواتب لا تساوي شيء وفي وقت الاحتلال وعندما كانت منالك الصعوبة من الوصول للوظيفة والموظفين الكل حقيقة العراق شعب مبدع في أسطورة طائر العنقاء الطائر الذي ينهض من الرماد أنه كلما تقدم به السن يحرق نفسه ثم يعود من جده هذا العراقي العراق دائما هو طائر العنقاء يخرج من الرماد طيب لا خوف على العراق الكلام معك جميل يعني جميل عفوا دكتور وكنت أتمنى أن يدوم الحديث لفترة أطول ولكن عذرا هذا ما يسبح به وقت البرنامج أتمنى لكم المزيد من النجاح والتطور والازدهار خدمة للمسيرة التعليمية في جامعة تكريت والعراق بشكل عام والله يساعدكم مع الضغطات اللي جاعد تمارس عليكم اليوم يا دكتور جهات الأستاذ دكتور جهات دياب محل رئيس جامعة تكريت كنت ضيفا عزيزا علينا اليوم وشكرا جزيلا شكرا جزيلا وشكرا مصول لكم أيضا أحبة المشاهدين على حسن المتابعة كمسك الختام تقبلوا تحيات كادر العمل وتحياتي في الاعداد والتقديم أحمد صلاح الدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا جزيلا شكرا جزيلا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة